لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد تمنح الرئيس فرصة لأنه يحذف هذه المادة البتفليقية المسمومة وهي المادة الرابعة التي أدرجت التمزيغف كما لغة رسمية وطبعا بين قوسين زين أكد ومرار واتكرى أن هذا الكلام ليس عنصرية أنا شاوي وأعتز بشاويتي وأعتز بهذا المكون الثقافي الموجود في المجتمع الجزائري ولكن أنه جي تكتب لي الشاوية لغة رسمية أنا أرفضها لأنها لا توجد لديها مقاومات لأنني أنظر إلى مصلحة الدولة وليس لمصلحة القبيلة أنظر إلى مصلحة الدولة وليس لمصلحة المنطقة مصلحة الدولة عندما تكون الدولة في خير عندما تفرض الدولة وجودها في العالم ستستفيد كل المناطق الجزائرية ولكن عندما الدولة تغرقها فيها مشيات بدل أن الدولة تعمل على جانب الاقتصاد الآن نحن في عصر الدولة تكون قوية اقتصاديا قوية عسكريا هي الدولة التي تفرض نفسها بدل أن نعطي للدولة قوة أن تتواجد في كثير من الملفات الإقليمية هي من أجل فرض وجودها ومن أجل تمرير مصالحها نجي نغرقها أنا في اللهجة الفلانية واللهجة الفلانية ولغة ألف سنة أو ألفين سنة قبل الميلاد وما إلى هذا الكلام الأمم تنظر إلى المستقبل ولا تنظر إلى الخلف إذن إخواني الكرام هذا الذي يجب التأكد عليه قلت لكم تعجلون بحل البرلمان تعجلون بعودة الحراك عبر البرلمان أن الجزائريين الذين رفضوا نظام بوتفليقة ورفضوا العصابة وما زالوا يريدون اجتثاث هذه العصابة عليهم أن يكون هذا الأمر تحت قبة البرلمان يجب أن يلتف الجزائريون حول شخصيات لديها ثقلها شخصيات لديها نضالها شخصيات لديها تاريخها وتدخل هذا البرلمان وتفرض صوت الحراك صوت الحراك في الشوارع لن يحقق شيئاً كنت دائماً أؤكد وأقول أن أي حكم نظام حكم يخرج من الشوارع بطريقة غوغائية سينتهي في الشوارع بطريقة غوغائية أيضاً لكن عندما ينطفذ الشارع وبعد تلك الانتفاضة تتجسد في نخب وتيارات حقيقية ومنظمة وممنهجة بعد ذلك تنتقل إلى مرحلة فرض نفسها داخل مؤسسات الدولة سواء عن طريق البرلمانات وبعد ذلك تصنع أجيال تؤمن بهذه الدولة الجديدة في المؤسسات الأمنية فإن ذلك سيصل إلى نتيجة المؤسسة العسكرية على مدار عشرين عام صنعت فيها لوبهات فاسدة حقيقةً وهذه اللوبهات جرى تصفية الكثير من الجنرالات والعقداء وكذا 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 ولكن تحتاج أيضاً إلى تغيير الذهنيات إذا كان تريد تصنع مؤسسة عسكرية ومؤسسات أمنية صافية ونظيفة وتؤمن بالدولة الجزائرية والدولة عهد الجديد يجب أن تصنع أجيال جديدة بعقليات جديدة وتنهض بها وهذه لا يمكن زرعها بين عشية وضحاة والتجربة التركية واضحة في مرحلة معينة حزب العدالة والتنمية وحزب أردوغان كان عايش على وقع هاجس الانقلابات ولكن عندما جات المحاولة الانقلابية الفاشلة وتم إسقاطها وتم تطهير المؤسسة العسكرية بطريقة نتفق ونختلف معها هذا شأن تركي ولكن تم صناعة جيل آخر هذا الجيل مواري للعهد الجديد في تركيا ولذلك صار الرئيس تركي الآن مطمئن مسيطر على الجيش مسيطر على المؤسسات الأمنية مسيطر على كل الأجهزة ولذلك لم يعد هناك أي تخوف من أي انقلابات قد تحدث في بلد تحكمه دائما الانقلابات على مدار التاريخ نحن أيضا في الجزائر إذا أرادنا أن نبني عهدا جديدا وهذا العهد حقيقي وفعلي يجب علينا أن ننتقل من فطرة الدعوة إلى فطرة الدولة الحراك عندما كان في مرحلة معينة كان يدعو ويطالب وكان في مرحلة قلنا الدعوة والمطالبة يدعو إلى نهاية العصابة وإسقاط النظام وكذا وكذا كلها دعوات ويطالب بضرورة محاسبة هذه العصابة ومحاسبة الفاسدين وبعد ذلك يجب أن ينتقل الحراك من مرحلة الدعوة إلى مرحلة الدولة ومن مرحلة المطالبة إلى مرحلة المغالبة وهذه لا يمكن أن تأتي إلا عبر مؤسسة الدولة الحراك يجب أن يتواجد في البرلمان يجب أن يتواجد في الحكومة هذه مرحلة لهذه كلها من 12 إلى أن يتم انتخاب برلمان جديد هي مرحلة تقريباً انتقالية بمعنى الكلمة الرئيس حقيقةً منتخب بوشرعي ولكن الممارسات كلها هي مرحلة انتقالية لإعداد الانتلاق أو للانتلاق الفعلي في الجمهورية الجديدة وإذا كنت غائب أيها الحراكي وأيها المناظر من أجل جزائر جزائر حقيقية جزائر المؤسسات إذا كنت غائب في كل هذه المراحل الدستور رح يشكله وانت غائب البرلمان رح ينتخب وانت غائب المجالس البلدية والمجالس المحلية تنتخب وانت غائب في هذه الحالة ستجد نفسك مجرد صوت في الشوارع جين هار تعود تحاول جدداً الماسيرة إذا كان في 2019 في فيفري 2019 وجدت مؤسسة عسكرية ساندتك وحامتك وأنت في الشارع تنطفض ضد النظام بتفريقة مرحلة أخرى أنت ربما لن تجد من يقف معك وتصبح خارج عن القانون وتريد تعطيل مسيرة الدولة اللي منتخبة وكل مؤسساتها منتخبة بأي طريقة كانت سيعترف بها العالم وأنت من سيتبرد لا تستمع إلى الأصوات الناعقة الأصوات التي لا تحمل مشروع دولة هؤلاء لا فائدة مرجو منها لذلك أيها الجزائريون إذا أردتم حقيقة انطلاقها فعلية على قاعدة صحيحة في عهد جديد اذهبوا إلى الاستفتاء جميعاً أرفضوا الدستور ستعجلون بسخوط البرلمان ستعجلون أيضاً ببرلمانات إنشاء برلمانات انتخابات حقيقية في البرلمانات والمجالس الولائية والمجالس الشعبية ستكون لكم وجود فعلي في هذا الأمر ومنه تفرضون صواتكم عبر مؤسسات لديها ثقلها لا يستطيع للرئيس ولا أي طرف آخر أن يقول لها لا إذن هذا ما أردت أن أقوله في هذه المداخلة التي هي عبارة عن مداخلة توعوية تندرج ضمن هذه المداخلات التي بدأناها منذ فطرة والتي تتحدث عن الدستور الذي يعتبر مهم ومفصل جداً في بداية العهد الجديد الذي آمن به وندعم الرئيس بناء على وعوده أوده من أجل تفادي أي انزلاق قد يقع للدولة الجزائرية لا قدر الله شكراً لكم أحبتي على متابعتكم على حرسكم على اهتمامكم على نشركم إلى هذه المقاطع والترويج لها ودائماً فخور وأعتز بما يصينني منكم خاصة تلك الرسائل التي فيها إضافات أستفيد منها فيها أسئلة تدل على الوعي الذي بدأ يتجذر وبدأ يطفو رغم الإفساد الطربوي والإفساد الفكري والإفساد الأخلاقي الذي مارسته عصابة متفليقة على مدار عقدين من الزمن ألقاكم مجدداً بإذن الله تعالى في مداخلة أخرى وإلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعاً لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله